وتوفير الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري لذلك المجلس الأعلى للأمن المجتمع اليوم في الجزائر العاصمة بمقر الحكومة يقرر بالإجماع أولا يلاحظ استحالة مواصلة المسار الانتخابي إلى غاية أن تتوفر الشروط الضرورية للسير العادي للمؤسسات مثل ما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من تصريح المجلس الدستوري ثانيا يقرر التكفل مؤقتا بكل مسألة من شأنها أن تخل بالنظام العام وأمن الدولة ثالثا يعلن أنه في دورة دائمة ويجتمع دون انقطاع للوفاء بالتزاماته إلى غاية إيجاد حل من طرف الهيئات الدستورية المشعرة بشغور رئاسة الجمهورية اليوم أيضا اجتمع مجلس الحكومة تحت رئاسة سيد سيد احمد غزالي رئيس الحكومة رئيس الحكومة السيد سيد احمد غزالي أطلع المجلس بموقف المجلس الدستوري الخاص بالوضع المؤسستي الذي تعيشه البلاد والغير المتضمن في الدستور ترجمة نانسي قنقر